طيب احنا نكمل النهاردة في إصحاح خمسة من رسالة أفسوس اللي كنا بدأنا المرة الفاتت وزي ما كنا قلنا اني في الجزء ده من رسالة أفسوس القديس بولس الرسول بيكلمنا في الجزء التطبيقي في سلوك الإنسان المسيحي في ذوق اللي احنا أخدناه وتعلمناه في أول ثلاث إصحاحات وكل الغنى اللي أخدناه من ان احنا نكون أعضاء في جسد المسيح فبيدلنا الجزء زي ما بنقول الجزء العملي أو جزء التطبيقي في ازاي نسلك كأولاد لربنا في وسط العالم في وسط المجتمع وفي وسط الأسرة فالسبوع اللي فات بقى لنا إصحاح خمسة وكان القديس بولس الرسول قال لنا ان احنا يعني المفروض كأولاد لربنا وأولاد للنور لا نشترك في أعمال الظلمة غير المثمرة يقول كده في آية 11 برب الحري يوبخوها وإني كل حاجة إذا الأعمال الظلمة دي أو الظلمة إذا توبخت يظهر بالنور كل ما أظهر فهو نور وإن احنا عشان نظهر الأعمال دي إن احنا ما نشتركش فيها بل نورنا النور اللي حط فينا المسيح هو ليزهر الأعمال دي فتظهر للنور وتباني إن هي ظلمة وتوبخ ووقفنا كده عند آية 14 نبتلي من 15 النهار فيقول إحنا خدناها دي آخر المرة اللي فاتت يعني بس قاعدها بسرعة يقول انظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة السلوك بالتدقيق ويقولنا ده مهم جدا كأولاد ربنا بيسلكه في العالم إن احنا نكون مدققين في حياتنا تكون كل حاجة بنعملها حسب مشيئة ربنا وحسب وصية ربنا وحسب قلمة ربنا وفيه فرق كبير ما بين التدقيق والإيه وقلنا والتزمت إن التدقيق ده واحد بيدقق في حياته لأجل مجد ربنا ولأجل إن هو يتيع وصيته ولكن كل حاجة تكون معمولة لأجل مجد ربنا إنما التزمت ده بيبقى فيها شوية ذات وشوية يعني كبرياء إن الواحد عايز يردي نفسه بإن هو يعني ماشي بالزبط وفيها كده يعني ضمير شوية يعني ديق زي ما بيقولوا كده فناخد بالنا إن إحنا نسلط بتدقيق عشان كده بيقول لك جهلاء بلك إيه بلك حكماء والحكمة طبعا دي ولاد ربنا فيهم روح روح ربنا القدوسي بيبدي كل حكمة مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة وقلنا في النقطة دي إن الأيام شريرة أيامنا على الأرض وسمها كده أيام مهما طولت أو مهما قصرت فهي كأنها يوم لأنها فترة صغيرة بالمقارنة بالأبدية يقول مفتدين الوقت مفتدين الوقت جاية من كلمة فداء واستعمل بوليس الرسول كلمة فداء لأن الفداء دايما زي ما عملوا الفداء المسيح على الصليب لنا كان فيه تعب وفيه جهاد وفيه يعني مشقة وفيه فعشان كده يقول عشان نفتد الوقت إحنا برضو محتاجين إن إحنا نجاهد ونتعب حيث تمفتدين الوقت دي مش هتيجي بالساهل لكن هيكون فيها تضحية وحيكون فيها زي ما أقول كده جهاد وحيكون فيها يعني نبقى عارفين بالزبط ما نضيعش وقتنا ووقتنا بيروح في إيه ونكون يعني واخدين بالنا وحاضرين جدا إن إحنا وقتنا مايروحش في حاجات يعني ما تبنيش عشان كده يقول مفتدين الوقت أن الأيام شريرة نكمل في 17 يقول من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب كأني لو أنا مش عارف مشيئة ربنا أكون غبي لا تكونوا أغبياء لازم نبقى عارفين مشيئة ربنا مشيئة ربنا نعرفها بإن إحنا ندرس في كلمته زي ما احنا بنعمل دلوقت ندرس في كلمته ونعرف أسرار مشيئته من خلال كلمة ربنا من خلال دراستنا للإنجير من خلال إن إحنا نطلب معاونة الروح القرس الساكن فينا كده نقدر نعرف مشيئة ربنا مشيئة ربنا أن إحنا نعرف أن يبقى عندنا إفراز ما بين الحاجة الصحة والحاجة الغلط زي ما نرجع تاني نقول ممكن يكون في حوالينا حاجات كثيرة قوي غلط ما نشتركش فيها وزي ما حكري يكملنا في آية 18 يقول لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل يمتلقوا بالروح يمكن يلاقي حوالينا في مجتمعاتنا أن الناس يقول لك حاجة تفرحني حاجة تنسيني حاجة تشغلني عن التعب اللي أنا فيه حاجة تشغلني عن حاجة تطلعنا من كورونا فيروس حاجة تطلعنا من الآلق اللي إحنا فيه نلجأ لأساليب عالمية زي كده ما الناس بتقول خمر أو حاجات زي كده وده يمكن يفرحني يمكن يهديني يمكن يديني طبعا كل الكلام ده يقول كده لا تذكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة الحاجات دي كلها مش هي لو إحنا عايزين ندور على الفرح الحقيقي لو إحنا عايزين ندور على السلام الحقيقي يقول امتلقوا بالروح امتلقوا بروح أريكو طريقا أفضل هو إن إحنا الامتلاء بالروح إن إحنا نكون فينا روح ربنا بغزارة مشتعل وبيشتغل فينا واللي كنا بنحتفل بحلول الروح القدس من أسبوع إن نطلب دايما إن روح ربنا يكون ناري جوانا وده اللي يدينا كل سلام وكل فرح وكل عزاء هو اللي زي ما بنقول اللي روح المعزي روح الفرح روح السلام ده يعني اللي يملانا ويفرحنا ويملقنا من السلام لما نمتلق بالروح أو برضو يعني طريقة إن إحنا نمتلق بالروح يقول كده أني دايما مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية لو أنا عايز أفرح وفرح الحوالية يكون دايما كلام ربنا بنا وبين بعض نكون دايما بنتكلم بمزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب ونحط مليون ألف خط على تحت تحت كلمة في قلوبكم للرب مرتلين في قلوبكم لاني ممكن نقعد نرتل ونلحن ونسبح بالفم ولكن القلب زي ما ربنا كان بيقوله عن شعب إسرائيل هذا الشعب يكرمني بإيه؟ بشفاتيه وأما قلبه في الوقت فمهم جدا الترتيل والصلاة والتسبيح إنها تكون نبعة من القلب وفيه فرق كبير جدا ما بين إن إحنا نحضر ترتيل وتسبيح من القلب وبين ناس بتهيص وبترتل مجرد بحلاوة صوت أو بحلاوة مغامات ولكن الصلاة مش طالعة من القلب ولذلك الترتيل والتسبيح اللي بيطلع من القلب من أجمل الحاجات اللي الواحد يعني يستمتع بيها وتكون لها تأثير في النفس في نفس المسبحين وفي نفس اللي يسمعوا كمان فيقول المكلمين بعضكم بعض من مزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين مرتلين في قلوبكم للرب شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح ودي تعلمنا الكنيسة دايما تعلمنا إن إحنا نشكر في كل حاجة في البيق نشكر وفي الساعة نشكر في الفرح نشكر وفي الحزن نشكر ودي لترجية الكنيسة كلها دايما تبتلي بالشكر وفي الجنازات تبتلي بالشكر في أي مناسبات تلاقوا دايما الكنيسة تبتلي بإيه بالشكر والشكر يفرح قلب ربنا ويفرحنا ويخلي كمان نعمة ربنا وفيد ربنا يبقى بغزارة علينا عشان كده الأباء يقولوا إنه مفيش فضيلة بلا زياد إلا إلا التي هي بلا إيه بلا شكر دايما إنما ربنا يديلنا حاجة سواء اللي تعجبني أو متعجبنيش دايما نشكر نشكر ربنا كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح ودايما نشكر اسم ربنا يسوع المسيح والكنيسة علمتنا إن هي حطت اسم ربنا يسوع المسيح في آخر السواء الربانية زي ما كنا نسمعناها النهاردة في إنجيل النهاردة كده لإني كل استحقاقاتنا بناخدها من ربنا في المسيح يسوع شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله خادعين بعضكم لبعض في خوف الله وهنا آية جميلة يقول إن إحنا دايما نكون ما بيننا وبين بعض خادعين والخدوع هنا ليس خدوع الخنوع والزل أو يعني إنما هو خدوع الاتساع القلب إن إحنا نسمع دايما يكون قلبنا متسع إن إحنا نسمع قراء بعضنا ما يبقاش فيه واحد متمسك برأيه ما يبقاش فيه واحد يعني حسن هو دايما الصح واللي قدامه هو اللي غلط ده ما فيهوش خدوع بعضنا لبعض عشان كده يقول خادعين بعضكم لبعض في خوف الله طالما كلنا عايشين في خوف ربنا وهدفنا مجد ربنا وفي طاعة وصية ربنا وفي طاعة كلمة ربنا يبقى بالعكس الخدوع يزيد المحبة ويوسع القلب وإني نقبل رأي الآخر للأسف نلاقيها دلوقتي دايما كل وبالأخص بسبب الانتشار السوشيال ميديا كل واحد عنده رأي يقوله ويبتري يزم في اللي حواليه وما فيش أي خدوع بعضنا لبعض أو قبول الرأي الآخر فهنا بوليس الرسول بنعمة ربنا يعني بالروح القدس وإشارة الروح القدس يحط يده على حاجة مهمة جدا إن احنا نكون خادعين بعدنا لبعض في خوف ربنا طالما كلنا في خوف ربنا وهيتنقل من بداية الآية دي كده من السلوك بقى في وسط المجتمع للسلوك كمان كلمنا في الصحر 4 على السلوك في وسط المجتمع وبداية يصح خمسة كده لباية 21 آية دول السلوك في وسط العالم وهيبتري ينتقل من الآية بتاع الخادعين بعضكم لبعض دي في خوف الله جوة البيوت للسلوك جوة الأسرة بالضبط للسلوك جوة الأسرة المسيحية جوة بيوتنا لإني الأسرة هي الكنيسة البرسنال اللي في كل بيت فينا كنيسة وهي اللي بتكون الكنيسة الجسد بتاع المسيح هيبتري يدي النصايح للأسرة المسيحية يقول لهم كده أيها النساء اخدعنا لرجالي كنا كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح رأس أيضا رأس الكنيسة أيها النساء اخدعنا لرجالي كنا كما للرب احنا اتفقنا أن في الآية 21 يقول نخدع كلنا بعدنا لإيه؟ لبعض في خوف ربنا كلنا خدعين بعدنا لبعض وهنا بيوجه بقى للأسرة والنساء يقول اخدعنا وحنلاحظ أن في البقية الإسحاح وهو بيوجه نصايحه للأسرة المسيحية بيتكلم في واجبات مش بيتكلم في حقوق يعني هتلاقوا بيليست كده بيحط الواجبات الموجودة على كل واحد مننا كعضو في الأسرة واجب النساء واجب المرأة واجب الرأس أو الرجال واجبات الأولاد مش بيتكلم عن طبعا نظرة تحسوا برضو نظرة المجتمع دلوقتي كل واحد بيتكلم عن إيه؟ عن حقوقي إيه حقي؟ أنا إيه حقي؟ كامرأة إيه حقي؟ حقوق المرأة؟ كراجل إيه حقي؟ كأولاد يقولك إيه حقوقنا؟ إنما هو بيتكلم هنا مش على حقوقنا كلها مع مين؟ مع ربنا؟ حقوقنا دايما قدام ربنا؟ الواحد ياخد حقه قدام ربنا؟ ولكن في وسط بعدنا البعض كأعضاء في جسد واحد نكون خادعين كلنا لبعضنا البعض عشان كده بيحط إيه؟ بيحط واجبات كل عضو واجبات كل عضو أيها النساء إخدعنا لرجال يكون كما للرب لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد خضوع النساء للرجال ويكون لنا من الوصاية اللي بنسمعها كتير وبنلاقيها في الإنجيل بتاع الأكاليل وبنلاقيها في كل الوصية خضوع برضو ليس خضوع عن خنوع وليس خضوع لأن الرجل هو الرأس يعني هو اليرأس جاية من الترأس يعني الرئيس ولكن الخضوع هنا يقول زي ما المسيح هو رأس الكنيسة المسيح هو رأس الكنيسة الرجل هو رأس المرأة كلنا خضعين المسيح ولكن زي ما كلنا بنخضع للمسيح لأننا جسد والمسيح هو الرأس ككنيسة في البيت الرجل هو الرأس والمرأة هي الجسد زي ما بتغضع لربنا تغضع للرجل كأنه رأس للكنيسة ويقول كده وهو مخلص الجسد زي ما المسيح هو رأس الكنيسة وخلص الكنيسة زي ما قلنا الرأس دي مش مفيهاش رئاسة ولكن هي مسئولية أكتر من هي رئاسة كما تغضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء وقلنا ان دي مسئولية أكتر على الرجل عشان كده يقول أيها الرجال أحبوا نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها المسيح لما حب الكنيسة ساب مجده وساب السماء ونزل وفداها بروحه وفداها بدمه وتصلب على الصليب من أجل خلاص الكنيسة فكونني الرجل يترقص على المرأة برضو دي مسئولية مش يعني حاجة يعني دي عليه مسئولية أن هو يحب أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة ويبقى الرجل المستعد أن هو يفدي امرأته ويسلم نفسه لأجلها زي ما عمل بالضبط المسيح من أجل من أجل الكنيسة يعني زي ما أنت قلت كده حازم يعني ده برضو واجب عليه مش حق لي يعني فكرة أنه مش حق صح كده صح كده يعني الواجب اللي عليه أنه هو يعمل كده زي المسيح ما عمل الكنيسة تماما زي المسيح عمل الكنيسة كلها يعني يضلل على مرأته وعلى بيته يضلل عليهم يحميهم واجب عليه زي ما بيقول لنقص السبير إنه هو حتى لو قد أنه هو يبزل نفسه من أجل امرأته زي ما المسيح بزل نفسه من أجل مين من أجل الكنيسة وتلاقوا كده في آية 26 بيقول لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة يقدسها مطهرا يعني المسيح لما نزل وحب الكنيسة ما كانتش الكنيسة مقدسة ما كانتش الكنيسة طهرة ده هو نزل وساب السماء وساب مجده وتجسد لكي يقدسها فيعني أنا كرجل برضو علي مسئولية إن أنا أساعد أو أقدس امرأتي وأساعدها أنها تكون مقدسة طهرة طبعا القداسة والطهارة دي كلها قداسة الروح وتهارة الروح ما لهاش علاقة بالمنظر الخارجي خالص وإنما أساعدها أن هي تتقدس وتتطهر زي ما المسيح عمل كده مع الكنيسة بغسل الماء بالكلمة طبعا هنا غسل الماء بالكلمة يعني إشارة للمعمودية وكلمة ربنا اللي بتنقينا كلمة بالكلمة دي فيها تفسير كتيرة مقصود بيها كلمة الإنجيل مقصود بيها الكلمة اللي هو المسيح هو الكلمة الله كده يعني هكذا هو المسيح تظهرنا بالماء والروح بغسل الماء بالمعمودية وبكلمته وبتجسده يقول كده لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضم أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيد كل ده على مستوى المسيح والكنيسة هو هو على مستوى إيه؟ الرجل والمرأة كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب إمرأته يحب نفسه المسيح حب الكنيسة واجعلها إيه؟ جسد لي جسد لي وعمر ما المسيح حيكون بيبغي بجسده في أي وقت حتلاقوا المسيح دايما بيرعى جسده اللي هو إحنا يرعى ولاده هكذا الرجل يحب نساءهم كأجسادهم من يحب إمرأته يحب نفسه بالأخص أن المرأة أخذت زي ما بيقول يوحنى زهبيل فم المرأة أخذت من الرجل فهي فعلا جسده هي فعلا جسد يجب على رجال أن يحب نساءهم كأجسادهم من يحب إمرأته ويحب نفسه فإنه لم يبغد أحد جسده قط بل يقوته ويربيه كما الرب أيضا الكنيسة دايما ربنا بيرعى الكنيسة وعمر ما ربنا حيسيب الكنيسة لو كنا أحيانا نسمع أن ربنا زعلان من كنيسته وربنا زعلان من نينة وربنا عمره ما يسيب كنيسته ودايما يقوتها ويربيها ويهتم بيها لم يبغد أحد جسد القط بليقوت ويربيه كما الرب أيضا الكنيسة لأننا أعضاء جسمه من لحمه ومن عظامه كل واحد مننا عضو في أعضاء جسم المسيح ومن لحمه ومن عظامه من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا وديه الآية المشهورة اللي كلنا عارفينها أنه يلتصق بامرأته ويكون الاثنين جسدا واحدا ويقول لنا كله في آية 32 هذا السر عظيم سر إيه هنا يقول كمان أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة هو طبعا سر الزيجة ولكن هو عايز يقول لنا كمان أقول من نحو المسيح لأن المسيح لما حب يلتصق بينا ترك الآب طبعا ما تركش يعني انفصل ما نقصدش انفصل عن الآب ولكن المسيح اللي هو الرأس لما حب يلتصق بينا ترك مجده وترك الآب وتجسد ونزل واتحد ايه؟ واتحد بينا عشان نبقى كلنا جسد وروح واحد عشان كله يقول هذا السر عظيم ده اللي احنا تعلمناه لما قلنا سر المسيح لما كان بيكلم عن سر المسيح انه هو المسيح صالح السماء والأرض وخاد الأرض بكل قسم منها اليهود والأمم زي ما احنا عارفين وده هو سر المسيح فده السر اللي بين المسيح وعرسته كنيسة وزيه اين بقى هل تقول ايه؟ هههزم ولا ايه؟ ايه صح السماء كان فضل خلاص انا بابا بس يعني طبعا صح اعتقد لا اعتقد يعني انه هو كمان يعني طبعا لازم يقول ان السر الاصلي الاصلي طبعا هو المسيح والكنيسة وهو المسيح وهو بوليس يعني شوفوا قد ايه بوليس الرسول هنا يقول هذا السر عظيم لان احنا برضو بيجي في بالنا ان القديس بوليس الرسول انه لم يتزوج وانه هو عيش بطول وانه هو في كورنسوس لما يتكلم عن الزواج ويقول ان المتزوج بيوردي ما هو امرأته انما غير متزوج بيوردي يعني بيوردي مال الرب انه هو ضد الزواج ولكن هنا قد كده يوضح مفهوم بوليس الرسول عن سر الزيجة انه هو سر عظيم وبيماثل بالزبط اللي عمل بالمسيح زي ما كان يقولون انه هو انه هو التصق بينا والتحد بينا سر عظيم وعلى نفس هذا الشكل نفس الرمز ده هو سر الزيجة قد كده سر الزيجة برضو سر ايه؟ سر عظيم ولكن انا اقول من نحو المسيح والكنيسة اما انتم الافراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه واما المرأة فالتهب ايه؟ فالتهب رجل في المسئولية لما هيبقى مسئولة عن بيته ربنا هيحسب وهو مش هيحسب مراته وعياله هيتحسب هو قدام ربنا صح كده؟ طبعا يعني هو زي ما هو دور الرجل هو رأس الكنيسة رأس كنيسة البيت فهو مسئول عنهم مسئول عنهم روحيا ومسئول عنهم من كل يعني من كل المسئولية انه هو ما يقصرش في واجبه نحوهم واجب حتى يعني بالاخص الواجب الروح الروحيات هو مسئول وربنا ده هيسأله يعني هيسأل الزوج في الآخر على دوره في البيت نحو بلاده ونحو مراته صح كنت تعلمنا ان الزوج هو مسيح البيت او كاهم البيت نتنقل صح ستة صح ستة يقول يبتل يتكلم عن الأبناء والأباء يقول أيها الأولاد اطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق ياخد بالنا من كلمة ايه اطيعوا في الرب اطيعوا في الرب ويطلب بولس الرسول من الأولاد أن هما يكونوا مبتعين للوالدين في الرب يعني برضو كوالدين لازم نربي أولادنا في ايه في الرب وفي مخافة في ربنا وما نطلبش منهم أن يتبقى حاجة عاكس عدية ربنا وعكس عدية ربنا ونطلب طاعتهم زي ما حيقول بعد كده أني لا تغيزوا أولادكم بل ربهم بتأديب ايه بتأديب الرب زي ما حيقول في الآيات بعد كذا آية فنقول يولهم أطيعوا والديكم في الرب لأن هذا حق أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض وفعلا أول وصية قالها في العهد القديم في النموس أني أكرم أباك وأمك لكي تطول أيامك على الأرض ورغم أني طول العمر على الأرض مش هو يعني العمر الزمني العمر الزمني ولكن هو برضو بيكلم ولاة أولاد أطفال أطفال يعني طبعا إحنا دلوقتي زي ما قلنا العمر على الأرض مقصود بيها يعني مش المقصود بيها العمر على الأرض ولكن يعني بالبرقات مع ربنا تمام وأنتم أيها الأباء لا تغيزوا أولادكم لا تغيزوا أولادكم بل ربوهم بتأديب الرب وإنذاره طبعا الآية دي ترقوا كل أولادنا حفزنهم حتى مش حفزنها لغاية الآخر مموما بس بيقولوا أيها الأباء لا تغيزوا أولادكم بس كده يحفزوها للأهالي بس صحيح طبعا يجي روح يقول أولادهم الإنجيل بيقول لا تغيزوا أولادكم مقصود طبعا لا تغيزوا أولادكم يعني ما نبقاش بنأثر بنأثر في حقهم في يبقى في إهمال وعدم راست بالتربية أو التمييز بين الأولاد أو نقصوا عليهم قصوة مش مزبوطة أو يعني كل الحاجات دي هي اللي بتؤدي إن إحنا السمع تغيزوا أولادكم فقال نربيهم ونربيهم في مخافة ربنا ونربيهم في وصية ربنا ونربيهم في كنيسة ربنا ولكن لا تغيزوا أولادكم بل ربوهم عشان كده يقولوا ربوهم بتأديب الرب وإيه وإنزار يعني دايما تبقى وصية ربنا مكشوفة قدام عينيهم نحط وصية ربنا قدام عينيهم ونحط إن هما إزاي يطيعوا وصية ربنا دي التربية بتأديب الرابط يتنقل بعد كده لجزء وإن كان دلوقتي يعني مش موجود ولكن مهم برضو بالنسبة لنا نشوف إزاي نتصرف حتى في أعمالنا وفي أشغالنا لأنها نفس الفكرة يقول أيها العبيد طفيع وسادتكم حسب الجسد بخوف ورعدة في بساطة قلوبكم كما للمسيح لا بخدمة العين كمن يرد الناس بل كعبيد المسيح عاملين مكيئة الله من القلب يتكلم هنا العبيد والسابح يتكلم الأوانين دول للعبيد طبعاً وقتها كان فيه عبيد الحكاية العبيدة كانت منتشرة لا هو خلي بالك حزم يعني كل من هو يعمل تحت وظيفة تحت رئيس بيعتبر في كاتجوري العبيد بالزبط كده مهمة بالنسبة لنا في ان احنا برضو تتوافق مع ان احنا في وظائفنا في اشغالنا ان احنا زي ما بيقول هنا العبيد ان هما يطيعوا مش لمجرد الطاعة حسب الجسد بخوف وانما هما بيعملوا كل حاجة كما كما للمسيح كما للمسيح كما للمسيح المقصود بيها العبيد لان زمان كان فيه عبيد وسادة العبد كان يتباع وكان ايام يوسف اهو تباع كعبد وايام كان فيه عبيد وسادة وفيه وقت طويل حصل كده لا هو اسمهم زمان عبيد وسادة زمان دلوقتي اسمه employee و employer ايوه تغيير الاسم اه لان احنا في الشغلة محطوطين تحت نير وتحت قوانين وتحت انظامه وساعات نبقى تعبنين ونتطر نروح ونتطر معرفش يصهرونا بعد الشغل وساعات نروح نشتغل يعني حاجة كده زي العبيد بتاعت زمان يعني يعني حاجة كده من الشكل ده يعني فيقول يقول ان احنا واحنا بنشتغل واحنا بنحاول احنا مش بنحاول نرضي الناس عشان كده يقول لا بخدمة العين كما يرضي الناس كما يرضي الناس انا مايهمنيش رضا الناس انا علي مسئولية بعملها ولكن انا المسئولية الاكبر اللي انا عيني عليها هو ان انا عبد المين عبد المين انا عايز اعمل مشيئة الله من القلب يقول بل كعبيد المسيح عاملين مشيئة الله من القلب خادمين بنية صالحة كما للرب ليس للناس لو كنت بعض اردي الناس مرديش مرديش من مرديش ربنا لو انا كل همي في ان انا اردي الناس يبقى مش هعرف اردي ربنا لكن انا يهمني جدا ان انا اردي ايه اردي ربنا فيقول نعمل دايما مشيئة الله من القلب كما للرب ليس للناس معالمين ان مهما عمل كل واحد من الخير فذلك ينالوا من الرب يعني انا باخد جزائي وباخد الريورد بتاعي من مين من ربنا من ربنا سواء اخد من مديري من سيدي من انا يهمني ان انا اخد اكون امين واعمل شغلي ان انا اخد اكون امين قدام مين قدام ربنا عبدا كان امحرا ويكلم هنا بقى السادة او زي ما بيقول لنا والسامير اللي هما الامبليورز وانتم ايها السادة افعلوا لهم هذه الامور تاركين التهديد اعلني انا سيدكم انتم ايضا في السنوات وليس عندهم محاباة يعني سواء كنا عبيد وسادة سواء كنا كده ولا كده احنا كلنا عبيد لربنا فانا برضو لو محطوط في موقف السيادة او موقف الادارة او موقف ان انا بمسؤولية شغلك يعني بمسؤولية شغلي ان انا مش مجرر ان انا يعني ارهب وارعب الناس اللي تحتي ولكن عشاني تقول تاركين التهديد لان انا برضو هتحط في موقف ان انا اساءل قدام مين قدام ربنا في السماء وربنا ما عندوش محاباة ربنا لما نقف في السماء ايه ما عندوش طريق فالنقطة دي برضو حلوة ويبتدي بعد كده نخش في سلاح الله الكامل طبت يا باش مهندس وصلنا لسلاح الله الكامل سلاح الله الكامل ودي زي ما كان بيقانا وسلم في الاول دي من اجمل الاجزاء بتاعت رسالة من رسالة افسوس اجمل يعني ما كتب بالروح القدس في رسالة بولوس الرسول يشجع بولوس الرسول اهل افسوس وشجعنا يقول لهم اخيرا يا اخوتي تقوف الرب وفي شدة قوته يعني احنا واحنا عايشين في العالم واحنا عايشين في الدنيا دايما هنلاقي حروب وحنلاقي 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 الشيطان بيعاكسنا وحنلاقي يعني يعني محتاجين ان احنا دايما نتقوع شكرا يقول تقوف ايه؟ تقوف الرب تقوف الرب وفي شدة قوته مش حنقدر ننتصر على محاربات العدو من غير ما نبقى واخدين قوة من والقوة ناخدها من مين؟ من ربنا هو ربنا هو اللي يدينا القوة وهو اللي يدينا الشدة ويقول ربنا ممكن يدينا القوة دي في شدة قوته يعني شوفوا قوة ربنا قديه؟ كل قوة ربنا تبقى جمي تبقى جواي تبقى 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 في صلحي بتشتغل معايا تشتغل معايا طبعا موضوع يعني دايما الشيطان احياني عدو الخير يحط لنا كده ان احنا اه مش ما نقدرش نحارب الشيطان مهما عملنا مش هنقدر اه مش هقدر انتصر على الشيطان بقوتي ولكن انا هنا بولي الرسول بقى بيوضح لنا ان انا مش بشتغل بقوتي انا بشتغل بمين؟ بقوة المسيح بقوة المسيح في شدة قوته يقول تقوه في الرب وفي شدة قوته شدة قوته يعني في اعلى درجة من درجات قوة السيد المسيح اه شوفوا ربنا قوته قديه بقى شوفوا ربنا قوته قديه الى مال نهاية بقى يقول البسوا سلاح الله الكامل لكي يتقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس نلبس سلاح الله الكامل هو هيبتدي يشبه لنا كده ان انا ان احنا داخلين يعني في الحرب بتاعتنا دي كجندي مسلح وحياخد الجندي ده في وهو رايح للحرب بيحتاج ايه؟ بيحتاج كل وسائل اللي تحميه ان هو يحمي نفسه في الحرب دي فيقول ده سلاح الله الكامل كلمة الكامل دي يعني مش محتاج اي حاجة معاه سلاح ربنا اللي بيديني سلاح بيديني سلاح كامل مش محتاج اي اديشنال هالب انه انه يساعدني اكتر من اللي انا حاجة من ربنا يقول اللي جاي تقدروا ان تثبتوا ضد مكايد ابليس لاني ابليس هدو الخير كده مكايد ابليس ومكايد دي جاية من يعني انت حسسنا كده ان فيه خداع في الموضوع يعني 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 انا عمري ما حشوف الشيطان جاي يحاربني كده ظاهر لي وجاي وجاي وقف قدامي وبيحاربني العملية هتبقى كلها فيها ايه؟ فيها خداع وفيها مكايد وممكن تبقى تبقى حاجة صغيرة انا مش بيخذ بالي منها ولكن سلاح الله الكامل يقدر يحميني من ايه؟ من كل من كل مكايد ابليس ويقولينا في آية 12 مصارعاتنا ليست مع دم ولح بل مع الرؤساء مع الصلاطين مع ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مع اجناد الشر الروحية في السماويات عارفين طبعا ان الشيطان ده اساسا كانوا ملايكة ورؤساء ملايكة ايه؟ سقطوا دول مش اي ناس يعني دول مش اي حد جاي حاربني دول مش شوية عيال صغيرين مصارعاتنا ليست مع دم ولح بل مع الرؤساء كانوا رؤساء كانوا صلاطين وممكن يكون بيسخروا ولاة العالم على ظلمة هذا الظهر مع اجناد الشر الروحية في السماويات اجناد الشر الروحية في السماويات عشان كده لازم عشان انتصر عليهم لازم اكون متحصن بمين بسلاح الله الايه؟ الكامل فيقول من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل بيكرر تاني احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير اليوم الشرير مقصود ايه؟ هو حياتنا على الارض كاننها يوم حياتنا مهما طالت بالنسبة لابديتنا كاننها يوم وفي غلطيا غلطيا لصح الاولاني اي اربعة يسمي كده العالم الحاضر بان هو ايه؟ الشرير غلطيا اربعة اني العالم الحياة الحاضرة يقول الحياة الحاضرة العالم الحاضر الشرير غلطيا واحدة غلطيا واحدة اربعة وبعد ان تتمموا كل شيء ان تثبته فهيبتدي يكلمنا عن ايه هو السلاح ده ازاي نتسلح فنحط قدامنا كده منظر جندي متسلح داخل حرب جندي مثلا لو تشوفوا الجندي الروماني ده اللي هو داخل حرب كان بيبقى متسلح بمليون الف حاجة فيه خوزة على راسه وفيه درع درع حطه قدام جسمه وفيه سيف في ايده وفيه منطقة يعني زي حزام كده يربط حقويه كل حاجة من دول هيحطها لنا بوليس الرسول في مكانها من الناحية الايه من ناحيتنا الروحية ده السلاح بتاعنا سلاح الله الكامل نبتدي في آية خمستاش في آية ثلاثتاشر ثلاثتاشر من اجل ذلك احملوا سلاح الله الكامل لكي تقدروا ان تقاوموا في اليوم الشرير وبعد ان تتمموا بكل شيء ان تثبوتوا اربعتاشر فاثبتوا ممنطقين احقائكم بالحق ولابسين درع البر ايه ممنطقين احقائكم بالحق دي كان الجندي كان الجندي او كان اي راجل يعني شخص يبقى داخل على عمل شاق او واحد مسافر او واحد حيشيل شلة تقيلة كانوا يحطوا كده منطقة حوالين حوالين حقه تشد وسطه كده تشد وسطه عارفين في خروف الفصح لو تفتكروا خروف الفصح لما المسيح لما موسى قال ربنا قال لموسى يتباه خروف الفصح قال له كده تاكلوه وانتو ممنطقين احقائكم ليه ممنطقين احقائكم انكم هتاكلوه بسرعة وفي الاخر تطلعوا ايه تسافروا تجروا تهربوا فاكرين الواقع دي يساعدهم في انهم ازاي بعد ما يأكلوا يجروا بالزر فاللي بمنطق حقويه ده ياما انسان بيستعد للسفر واحنا حياتنا كلها في ارض غربة مستعدين ان احنا نسافر في اي وقت ياما واحد زي ما بقولوكو داخل على حرب مستعد لعمل شاق مستعد يشيل شيلة تقيلة يعني واحد بيجاهد ضد ايه ضد الشيطان واحد واحد على طول في استعداد ان هو يجاهد ضد ايه ضد الشيطان عشان كده يربط حقويه عايز يد يقول ان لازم نكون واحد صاحي وواعي وباهز بالزبط كده واحد صاحي واحد مش مسترخي واحد مش قاعد مريح احنا حياتنا كلها لازم نكون مستعدين ان احنا في اي وقت ممكن ممكن نجاهد وممكن نسافر وممكن نحال وليع بتاعتنا فلازم نربط احققنا حقوينا طب نربط حقوينا باي ويمون منطقين احققكم بالحق ايه الحق ايه هو الحق من هو الحق مش ايه هو الحق نكون الناس نكون هو واحد يعني يبقى المسيح نفسه هو الحق مش بقولوكم من هو الحق فاكرين لما المسيح واقف قدام بيلاتوس وابيلاتوس قال له من هو الحق او ايه هو الحق المسيح ما ايه ما جاوبش لأن الحق واقف قدامه الحق هو المسيح الحق هو ما هو كل ما هو للمسيح هو قال كده أنا هو طريق والحق أنا هو طريق والحق بالزبط فممنطقين أحقائكم بالحق يعني كل حاجة بعملها كل حاجة بعملها بتبقى إيه؟ بتبقى بالمسيح فاكرين أول مرة أخذناها في أفاسوس إحنا بيقول كل حاجة اللي ربوليس أخذوكم بيقول حاجة بإيه؟ في المسيح بالمسيح يبقى كل حاجة أنا بعملها بإيه؟ بالمسيح وللمسيح وفي المسيح كل حركاتي كل تحركاتي لازم تبقى إيه؟ بالمسيح وإيه؟ وفي المسيح حياة استعداد دائم وتمسك بكلام ربنا في كل حاجة ربنا اللي هو الحق ومنطقين أحقائكم بالحق معناها أن أنا مستعد دايما متمسك دايما بكلام ربنا وهو الإيه؟ وهو الحق يقول كده ولابسين درع البر إيه الدرع ده؟ الدرع ده كان برضو بمسيكه الجندي الروماني حاجة بتحمي جسمه بيبقى يعني بعد إذنك حازم هو فيه درع وفيه ترس آه مش كده؟ بالزبط ترس الإيمان لكن درع البر الدرع أعتقد اللي هو زال أميس الحديد اللي بيلبسه على سدر بالزبط كده بيحمي جسمه أميس كده بيلبسه بيحمي جسمه كله بسدره بزيز آه درع الواقي من الدربات الغفاث تمام درع واقي درع واقي مزبوط يقول كده لابسين درع البر لابسين درع البر والدرع ده يحمي زي ما بيقول لنا كده بس سمير يحمي السدر أو يحمي القلب يحمي القلب درع البر ده يعني يعني سلوك إن أنا دايما أسلوك أسلوك بالبر يعني يعني في كل في حياتي العملية كل حاجة بعملها بكون سالك بالبر يعني بوصية ربنا وعشان كده هو بيحمي عشان قلبي ده مجمي بجوا في جوا مين بس كلمة ربنا ووصية ربنا ما فيش أي حاجة تشككني في كلمة ربنا ما فيش أي حاجة تاخد مكان كلمة ربنا جوا قلبي فيقول ممنطقين أحقاقكم بالحق ولابسين درع البر 15 يقول حاجين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام حاجين أرجلكم باستعداد إنجيل السلام حاجين جاية من كلمة يعني حذاء يعني رجلية دايما رايحة في استعداد إنجيل السلام يعني أكون دايما صانع إيه صانع سلام سلوك بالسلام والحب مع كل اللي حوالي سلوك بالسلام يقول صمر البر يزرع في إيه في رسالة يعقوب صمر البر يزرع في السلام يبقى أنا أكون ويقول توبى لو صانع السلام لأنهم يدعون أبناء إيه أبناء الله مش كده فيه مزمور يقول سراج لرجلية كلامك يعني برضه كلام ربنا هو إيه نور أمشي فيه ونور لسبيلية عشان كده حادين أرجو لكم دي يعني دايما تبقى رجلي ماشية في إيه من خلال وصية ربنا حادين أرجو لكم باستعداد إنجيل السلام يكمل في 16 يقول حاملين فوق الكل ترس الإيمان أهو ترس كان لسا بيبيني عليه أساس سامير دلوقتي ترس الإيمان ده عبارة عن برضه ترس كده كبير أو يعني حاجة مصد كده برضه حديد بيمسكه الجندي في إيده عشان يوجهه يحمي يحمي راسه يحمي رجليه يحمي إيه يحمي إيه بيبقى مسكه في إيده ومسكه في إيده في إيده التانية إيه الألسيف بتاعه ترس الإيمان وهو أسمعه هو حتى ترس الإيمان الإيمان بربنا ده هو اللي يحميني يحمي أفكاري من الشكوك يحمي تعمل حاجة غلط يحمي رجليه من حاجة كان غلط نتمسك بالإيمان ما نخلخلش نفسنا كده ما باش في خلل في الإيمان بتاعنا ثقة في ربنا وإننا ما تشككش في أي حاجة ممكن تشككني أو تبعدني عن إيه عن ربنا عشان كده بيسمي ترسل إيه ترسل إيمان الذي بيه تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشريرة الملتهبة يعني زي ما بقولوه كده كان بيمسكوا الجندي عشان لما يجي فيه سهم ولا حاجة يبقى يسوبه بحيث أنه هو يصد السهام الشريرة الملتهبة اللي جاية من ناحيته محتاج إيه كمان خوزة محتاج خوزة يقولوا خدوا خوزة الخلاص خوزة دي بتلبس فين في الراس تلبس في الراس يقول خذوا كمان خذوا يعني تقني واحد بيمدلي إيده بيديهاني وأنا إيه وأنا بخدها سموها خوزة الخلاص لإني بلبسها على راسي أبقى دايما في بالي وفي عقلي الخلاص اللي عمله لي المسيح المسيح الداني الداني خلاص وأعد لي مكان في السماء فيبقى دايما فكري منشغل بإيه بالسماء اللي ربنا أعدها ليا ويحمي دايما الفكر من الفكر الخطيئة دايما الفكر إن أنا مش من الأرض وإن أنا ليا مكان في السماء ويكون رجائي في السماء ويكون تفكيري في السماء لشان كده يقول خوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله هنا هو بيفصل نفسه هي والروح الذي هو كلمة الله يقول كلمة الله حية وفعلة وقمضة من كل سيف دي آيه دي حدين دي حدين مش كده سيف الروح كلمة ربنا كلمة ربنا اللي احنا بندرسها دي الوقت دي كلمة ربنا اللي موجودة في إنجيله أدرسها وأحفظها في قلبي وأمشي بيها وتبقى هي اللي تساعدني في أننا لما يقول أمضم كل سيف دي حدين أعرف أعرف بالزبط المسيح لما انتصر على الشيطان انتصر بإيه بسيف الروح بكلمة ربنا مش كده خذوا خوزة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله مصلين بكل صلاة فوق كل ده بقى مصلين بكل صلاة وطلبة في كل وقت في الروح يبقى عايش دايما في حياة صلاة وطلبة في كل وقت من ربنا الصلاة دي اللي هي الصلاة اللي بيني وبين ربنا تبقى ايه؟ تبقى على طول متصلة ما تنقطعش فالس وإحنا دايما يا جماعة مهمرين في الصلاة دايما مهمرين في الصلاة الصلاة ده هو يعني هو سابه كده للآخر زي قلت يعني ايه ده فوق الكل كده مصلين بكل صلاة وطلبة كل وقت في الروح وساهرين لهذا بعينه بكل موازبة وطلبة لأجل جميع القدسين نصلي من أجل كل حاجة ومن أجل اللي حوالينا ومن أجل الكنيسة ومن أجل لأجل جميع القدسين يقول كده يقول كده ولأجلي لكي يعطى ليه كلام عندنا انفتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله أنا سفير في سلاسل سر الإنجيل برضو وهو بينهي الرسالة برضو بيتكلم عن سر الإنجيل ماش كده؟ دايما كلمة سر في الرسالة دي يقول صلوا من أجل اللي كي يعطي ليه كلام عن انفتاح فمي لأعلم جهارا بسر الإنجيل الذي لأجله وأنا سفير في سلاسل اللي كي أجاهل في ما يجب أن أتكلم فده سلاح الله الكامل يعني برضو بيثبت أنه هو مسجون على فكرة مش كده؟ آه طبعا طبعا ما هو سفيق ما هو كان مسجي في وقتها الكنيسة الكنيسة دايما تحط قدامنا صورة سلاح ربنا دا الله الكامل لو تفتكروا كده أن احنا كأولاد لربنا حياتنا دايما يكون فيها تفتكروا كده في سفرنا حامية وهو بيبني السور يقول كده أن هما في الآخر لما جات عليهم الحرب أن هما كانوا بيبنوا بإيد وإيد التانية مسكة إيه؟ مسكة سيف مسكة سيف يعني جهات إيجابي وجهات سلبي جهات إيجابي وجهات سلبي بيبني بيبني وبيجاهد وفي نفس الوقت بيدافع بيدافع فسلاح الله الكامل ده ده دي هي هو دفاعنا هو السيف اللي احنا مسكين به متحصنين به بحيث أن احنا نجاهد ضد أجناد الشر الروحية في السماويات عشان نقدر ننتصر ونسبت وفي نفس الوقت يكون في الجهات بتاعنا في أن احنا زي ما كنا بنقول بقى أن احنا دايما نختبر أو نعرف مشيئة ربنا من خلال دراستنا لكلمة ربنا من خلال روح ربنا اللي بيشتغل فينا من خلال كل الحاجات الإيجابية اللي كنا نتكلم فيها سلاح الله الكامل في حاجة تحب تقول لنا فيها نزود لا يا حبيبي الله عوضك الله عوضك جميل خالص الجزء الأخير ده مجرد بقى تحية يعني اللي حيبعت لهم الرسالة عن طريق تلميذ التخيكس ولكن كي تعلموا أنتم أيضا أحوالي ماذا أفعل يعرفكم بكل شيء تخيكس الأخ الحبيب والخادم الأمين في الرب الذي أرسلت إليكم لهذا بعينه أرسل لهم تخيكس بالرسالة وزي ما قلنا كان برسالتين رسالة اللوذكية أو كلوسي وأفاسوس لكي تعلموا أحوالنا ولكي يعزي قلوبكم سلام على الإخوة ومحبة بإيمان من الله الآب والرب يسوع المسيح النعمة مع جميع الذين يحبون ربنا يسوع المسيح في عدم فساد أمين كتبت إلى أهل أفاسوس من روميا على يد من روميا ده لما كان زي ما بيقول أنه هو مسجون هو في مسجون في أسره على يد تخيكس نعمة الله الآب تكون معكم ومع أي أخوتي أي أسئلة يا جماعة أي حد يحب خلصتونا أفاسوس أوام كده أه ما عرفش بقى أسي سامير محضر لكم إيه من المرة الجاية مهندس ماي نيبر لا ده أنت اللي محضر يا عم في ليمون بقى في ليمون عشت نكمل الأسر ده أصحاح واحد على الأموم آه بالزبط أصحاح واحد إنسيموس الخادم ده يعني جميل يعني رسالة أفاسوس يا جماعة رسالة جميلة زي ما قالنا أستاذ سامير قبل كده رسالة جميلة خالص وهي طبعا من رسال يعني اللي مش سهلة ولكن ولكن حلو جدا أن احنا نفضل نعيد ونزيد فيها تفضلوا يعني برضو تقروها كتير وتقروا ولو في حاجات ممكن تقروها برضو حالي وبحس إن هي تثبت المفاهيم اللي سمعناها في الكام أسبوع دول لكن هي رسالة غنية وجميلة وطبعا زي ما أقولوك هي مش سهلة ولكن فيها حاجات مهمة جدا من إيماننا وحياتنا مع المسيح عندي عندي رأيي لو سمح تدالي بولا كي بشمون سامير وحازم بصوا إي رأيكم المرة الجاية قبل ما نتجي في فليمون وهو أصح